انا ابدع ثقافيا مظهرا ان شاء الله للبلاد معنا سهيل حاجي اهلا اهلا طيب سهيل قدم لنا نفسك اسمي سهيل حاجي ادرس بمدرسة جدا اي حال نور بالقيروين نعم بالسنة بالسنة سيدي عمرك 11 سنة نعم انت اذا من خلط بنادي الشعر والعروض ببيت الشعر بالقيروان ومتى ينشط هذا النادي ينشط هذا النادي يوم الاحد 10 عصابية من يشرف عليكم سيدة هامي جاويد نعم تحية لكل من يشجع المبدعين والموهبين في هذا المجل وماذا يعلمكم في يوم الاحد يعلمنا كيف نقطع هو البيت الشعر الى كتاب عروضين نعم حسب اوزان البحور في العروض واذا تعرضون عليه المحاولات التي تكتبونها نعم نعم طيب قدمت او كتبت قصيدة الى الكادحين لو تقدمها لنا الى الكادحين سلام الى الكادحين سلامه هم الكادحون اناس كرامه يكدون كدن طوال النهار الى العزم هب وفي الفجر قام هم الانقياء ضمير البلاد هم البسطاء رجال الكرا رجال عظام على راحتيهم يحط الفراش وينقروا روما الحبوب الحمام فكيف سأشكرهم فكيف سأشكرهم يا الهي تطوه المعاني يضيع الكلم تطوه المعاني يضيع الكلم الله جميلة جدا هذه المحاولة الشارية ولنعلم المستمعين هذا النادي اصدر ثلاث مؤلفات براعم بيت براعم نادي العروض الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث تزمع قصائد جماعية اي كتبها جميع اعضاء النادي كل يكتب بيتا وهكذا وقصائد اخرى منفردة او فردية كل منها مسجلة باسم صاحبها في هذه الكتب وجميع من استضفناهم في فقرة انا ابدع او فقرة انا احلم من الشعراء الذين تتلمذوا على يدي الاستاذ تهم الجوادي في هذا النادي كانوا من افضل من استضفنا في برامج الحياة تفهم وقدموا لنا ابداعات متميزة لماذا كتبت هذه القصيدة ويعني في اي موضوع ما الذي اردت ان تبلغه اردت من خلال هذه القصيدة ان اكرم العامل واشيد بقيمة عملي وابرد اهميته في حياة الفرد والمجتمع نعم وتحية لكل من يعمل بالساعد كل من يقدم للبلاد سواء كان العمل يعني فلاحيا او في النجارة او في اي مجال لان الاعمال مقسمة هناك من يبدع في مجال الطب والهندسة والمجالات الفكرية التي تتطلب الشهاد والمعلومات العقلية وهناك من يقدم انجازات في الاعمال اليدوية تلك التي ننعم بها يوميا وربما لا نعترف بحقوق اصحابها وكل المهن هي عظيمة ومشرفة لانها متكاملة لا يستقيم الامر دون اطباء ودون من يعدون الخبز والنجارين كلهم يتكاملون ليكونوا لنا الحياة الكريمة التي نعيشها فتحية لهم من شاعرك المفضل سعير شاعري المفضل ابو قاثم السيد نعم وهو شاعر تونس العظيم عاش خمسة وعشرين سنة لكنه قدم ما لم يقدمه احد من قبل وهنا قيمة عمر الانسان لانه يقدم في سنوات قليلة ما لا يستطيع اشخاص اخرون ولو عاش مئات السنين ان يقدموه لهذا اقول دائما انه من الضروري ان نستغل وقتنا فيما يفيد حتى اذا خلدنا التاريخ نعم بعد عمر طويل طبعا يخلدنا باشياء جيدة ويقول ان هذا الشخص كتب او اثر مهنته واضاف الجديد في مجاله والى بلاده والى البشرية في نهاية الامر لان ابو القسم الشاب يقرأ له القراء من جميع انحاء العالم العربي ما هي القصيدة التي تحفظها لهذا الشعب من ديوان اغاني الحياة قصيدة ارادة الحياة لقول فهي اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر ولابد للليل ان ينجلي ولابد للقيدي ان ينكسر نعم لابد لجميع القيود ان تنكسر وطبعا تنكسر بارادة الشعب وبارادة الانسان لانه طبعا هذه القصيدة حماسية لكن كتب الانسان ينطبق عليه هذا الامر اي ان ممكن ان يكسر قيوده مثلا هناك من يعانون من الخجل يكسر قيودهم وطبعا كسر القيود يكون بتوفيق من الله لانه لا شيء يتم دون ارادته سبحانه وتعالى نسأله ان يعيننا على تخطي جميع العوائق اذا يقول شعرك الاثير اذا ما طمحت الى غاية ركبت المنا ونسيت الحذر ما هو طموحك في الحياة طموحك في الحياة ام اصبح شاعرا كبير نعم وان شاء الله سوف يكون لك مستقبل مظهر في هذا المجال لانك تكتب الشعر على طريقته الاصيلة التي يكتب بها الشعراء العظماء في الجهلية قبل قبل ظهور الاسلام وفي العصور المبعد الجهلية وقلت لي ايضا انك قبل تجيل تحب المتنبي الخيل والليل والبيد وتعرفوني والصيف والرمح والقرطاص والقلم هذا من ابلغ الابيات في الشعر وقراءة الشعر ضرورية لكتابة او لنظم الشعر على طريقته الصحيحة اذا هل تريد ان تكتب قصائد اخرى ام انك تكتفي بهذا القدر اريد انا اكتب كثير من القصائد الاخر نعم في الشعر العمودي اما انك استنتقل الى الشعر الحر الى الشعر الحر نعم طيب تريد التنويع ربما وحقيقة بماذا بماذا تنصح الاطفال انصح الاطفال ان يلتج اولى الى الشعر اوى الى قراءة القصص نعم وحقيقة يعني قراءة القصص او قراءة الشعر يمكن ان موفق بينها وبين القراءة التكنولوجية او بين التطور عفون التكنولوجي اسفة بين التطور التكنولوجي وبين الثقافة وقراءة الشعر والقصص والكتب وهذا يساهم في توظيف التقنيات الحديثة توظيفا ايجابيا لان من يوظفها هذا التوظيف السلبي سوف يعطي صورة للناس ان التكنولوجيا امر سيء وانه ينحرف بنا عن الجد نشكركم على المتابعة ونشكر سهيل على الحضور وايضا الولي الذي يهتم به والده دائما يرعاه ونشجع دائما على رعاية المواهب والانخراط في نوادي الشعر والأدب والتمثيل والأي فن فيه فائدة معنوية وروحية وفكرية للإنسان نشجع دائما على أن نحيط به ونكون نتعمق فيه أكثر ما يمكن إلى لقاء آخر مع إبداع قادم في مختلف المجالات دائما حتى نشجع على الازدهار الثقافي